هذا السائل يقول رجل انتقض وضوءه في الطواف هل يجب عليها ان يعيد الطواف من البداية ام يبدأ من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء وهل هذا الحكم ينطبق على السعي بين الصفة والمروح اذا احدث الاسلام في اثناء الطواف فمن قال من العلماء ان الوضوء اشرط للسحة الطواف قال يجب عليه ان ينصرف ويتوضأ ويعيد الطواف من اوله لان الطواف تطلب الحدث ومن قال انه لا يشتدوره وهو اختيار شيخ الاسلام من تيمية رحمه الله قال انه يستمر ويتمي بقية الطواف ولو كانه محدث لانه ليس هناك دليل صريح صحيح في اشتراط الوضوء في الطواف واذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح هذا ينبغي ان نبقى عبادة شرع فيها الانسان كل بدليل شرع ثم اننا في اتهاد العصور المتأخرة لو اوجبنا على هذا الذي احدث اثناء الطواف في ايام المواسط وقلنا اذهب وتوضأ وارجع ثم ذهب وتوضأ ورجع وبدأ من اول وانتقض الوضوء يقول ايه القفع والمشقة ما يتسورها الانسان الا من وقع فيها متى يخرج من صحن الطواف ثم متى يجد ماء نسيرا تناوله الحمامات كلها منلوعة ثم اذا رجع متى يفرد والإذام الناس لهذه المشقة الشديدة بغير جليل صحيح صريح مقابل الانسان به ربه يوم القيامة ليس جيدا ولهذا نرى ان الانسان لا احدث في طواف لا فيما في هذه الاماكن في هذه الاوقات الضنكة انه يستمر في طواف وطواف صحيح وليس عند الانسان جليل يلاقي به ربه انشق على عباده في امر ليس فيه شيء واضح غاية ما هناك الطواف بالبيت السراف الا ان الله ابرح به القرام وهذا لا يصف عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو موقوف على ابن عباس صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الطواف وفارق الصلاة ليس في ان الله هاد حبيل كلام ففي اشياء كثيرة ليس في اوله تكبير ولا في اخره تسليم ولا في القراءة القرآن واجبة ويجوز فيه الاكل والشرب واشياء كثيرة ينخال فيها الصلاة نعم احسن الله ليكم الشيخ